السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أنا الحقيقة بدأت أشتاق لكم من أسبوع إلى أسبوع وأشتاق كذلك للإخوة المشاهدين وأخواتي كذلك المشاهدات في قضية مهمة يجب أن ننبه عليها في البداية أنا أتمنى الحقيقة أن يكون فيه نوع من التسجيل لهذه السيرة ليش نحن لا نتحدث يا جماعة عن شخصية إنسان عادي ترى أننا نتعبد الله جلة قدرته يعني أنت وأنت تتكلم عن محمد أنت في عبادة فما بالك إذا اجتمعت العبادة وأنت في مسجد وبعد ذكر وبعد صلاة وهذا النبي الكريم سيرته هي المنهج هي الحياة ولذلك يشهد الله عليه من أهداف طرح السيرة هو أن يحفظها الأمة والأجيال نحن ما نريد فقط مجرد كلام نحن لا نحكي قصص أطفال ولا حكايات خيال أن تحكي قصة أعظم رجل مشى على وجه الأرض تحكي قصة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اختصر لنا سير الأولين والآخرين وما من نبي أتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ورسولنا اختصر لنا سير أولئك الأنبياء من الفضائل والدعوة إلى التوحيد والتحذير كذلك من الشرك وأكرر وأعتذر وأعترف لن نستطيع أن نأتي على كل جوانب السيرة وكل يوم أو كل أسبوع الحقيقة وأنا أتي إليكم أعرف أن الوقت يضيق والمدة تبدأ تتقلص والكمية من السيرة العظيمة والكبيرة كثيرة لكن أرجو أن الله يعين على أخذ ما يناسب وطرحة في هذه اللقاءات المباركة طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند وين عند هجرة الهجرة الأولى للحبشة وهجرة الصحابة رضي الله عنهم شفنا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف خطط يعني ثلث المسلمين تقريبا ذهبوا للحبشة عند النجاشي وبقي ثلثين في مكة وأنت تتكلم على عدد وإن كان بالأفراد يعتبر قليل لكن بمجموع كنسبة مجموع المسلمين يعدوا يعدوا كثيرا طبعا بقي الصحابة البقية في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بأسألكم سؤال النجاشي أسلم ولا ما أسلم أسلم وحسن إسلامه وأخفى إسلامه هو كما يقول العلماء هو الرجل الوحيد الذي أسلم في حياة النبي ويسمى تابعي ولا يقال عنه صحابي ليش لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما توفي رحمه الله ورضيه عنه صلى عليه النبي صلاة الغائب وقال للصحابة مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا عليه وشرعت صلاة الغائب وعرفنا كيفية صلاة الغائب بسبب النجاشي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب طيب سؤال ثاني النجاشي أسلم وهو صاحب إمبراطورية في الحبشة في ذلك الوقت ثلاث القوى العظمى الروم والفرس والحبشة طيب ليش النجاشي في ذلك الوقت لم يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يعاونه على قريش من يعطيني إجابة تفضل هذا قريب نريد أدق شوي الآن النجاشي أسلم وبالمناسبة هو يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويتابعها طيب لماذا لم يرسل للنبي تفضل يا شيخ لا لأن النجاشي له تاريخ مع مكة عبرها والفيل ولا يمكن أن النبي استعين بدولة أجنبية حتى وإن كان مسلم النجاشي لأن العرب لو مسكت هذا الممسك على النبي كأن تقول استعنت بغيرنا علينا وهذا الموضوع لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل فيه قريش طبعا فشلت الآن فشل دريع رغم أنها قوية جدا جدا المسلمون في ذلك الوقت في عتادهم وعدتهم ضعفاء وقريش هي الأقواء ككثرة وقوة لكن المنتصر الحقيقي من هو في هذه المعركة؟ الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المنتصر وصحابة لأن الحق قوي قريش فلست ولا عندها شيء تقدم ما عندها إلا العنف لأن ما عندها فكرة تبني عليها ما تريد أن تصل إليه واجهت المسلمين بالإذاء وانتصر المسلمون واجهتهم في الحبشة حاولت إرجاعهم من عند النجاشي وانتصر المسلمون دخلت في الإغراءات ودخلت عليهم في المساومات وانتصر المسلمون ما نفع كل ما دخلت قريش مع باب أغلق ذلك الباب إن هزمت أمام تلك القوة وأمام تلك الفكرة وصلت قريش الآن إلى حل أخير وحل وحيد ما قدروا لابد يشوفون لهم طريقة يوقفون هذا التمدد وهذا المد للإسلام كل المحاولات فشلت تدرون اش راح فكروا فيه فكروا الآن بأول مرة يفكرون في هذه القضية وهو قتل محمد صلى الله عليه وسلم تدرون أن النبي أكثر من تسع محاولات لقتله بالمصطلح المعاصر اغتياله قريش الآن بدأت تفكر كيف نتخلصه كل شيء سويناه ما بقي إلا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة من محاولة قتل بلى يهود بن النظير حاولوا يوقعون عليه هذه أيضا محاولة قتل كذلك الشات المسمومة بعد معركة خيبر وضعوا السم للنبي محاولة قتل وبالفعل أكل منها أحد الصحابة ومات والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم تكلم اللحم في فمه قال أخرجني فإنني مسموم وإلا كادوا أن يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر النبي كذلك مما أكل أيضا حاولوا أكثر من مرة أبو جهل حمل حجر والنبي صلي عند الكعبة وأراد أن يضربه وحاول أكثر من مرة يقتله يوم فتح مكة فضاله كان يمشي خلف النبي بخفية ومعه خنجر وضعه تحت عباءته ويمشي خلف النبي ويتمتم يعني جالس يفكر يتكلم يهوجس فالتفت الرسول قال ماذا تفعل يا فضالة قال أذكر الله تشكيته يعني أنا جالس أذكر الله فالتفت على النبي قال تعال فاقترب من النبي ووضع الرسول يده على صدره قال يا فضالة اتق الله يقول فضالة ففتحت عباءتي وأخرجت الخنجر قلت واشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقول فضالة والله إني كنت أتبع محمد وأكره شيء لي على وجه الأرض هذا الرجل وكنت عازما على قتله وما إن وضع يده على صدري وقال لي اتق الله إلا وأصبحه وأحب رجل لي على وجه الأرض فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله محاولات جادة اجتمعت الآن قريش وين فيه اجتمعت في دار الندوة اجتماعات مغلقة اجتماعات سرية واشتبون ما المطلوب نريد أن نقتل محمد هذا الاجتماع لاحظوا ترى ما يحضرها ابو طالب لأن ابو طالب هو اللي يناصر الرسول مع أنه من كبار قريش لكن لا يحضر هذا الاجتماع نقتل محمد سؤال لو أي أحد من الزعماء أو السياسيين تعرض لمحاولة اغتيال كم يجلسون يحكون عنها في الإعلام ويشغلون العالم يمكن هو يجلس تحدث عنه يعتبرها واحدة من إنجازاته النبي عليه الصلاة والسلام تسع مرات ومع ذلك لم يتحدث عن ذلك كله بل سيأتي كيف النبي عفى عن من أراد قتله النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذه فقط الآن المرحلة ستأتي ثلاث سنوات حاولوا أن يقتلوا على فكرة استقرت عند قريش وحاولوا أن يحققونها طيب لو الواحد تعرض لعدة محاولات قتل ومع ذلك أن تعرف أنك لا يكون في محاولة قتل ألا أنا ما نبراضي عن طرحك ولا ما عندك فبالتالي يتتغير المواقف ويتغير ما لدي ويتتغير الفكرة النبي هنا ثابت ولا يتغير لا الرسول يقول لن أتغير ولا تقولون الرسول ضامن أنه مرح يموت لا ترى لم تنزل على النبي والله يعصمك من الناس إلى الآن هذه نزلت من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الرسول والله يعصمك من الناس نزلت عليه بعد فترة ومعناه يعصمك من القتل ولا يمكن أن يضمن النبيناه لأن يقتل لسببين السبب الأول في أنبياء قتلوا قبله ولا لا قتل زكريا واغتيل يحيى فمعناته ممكن يقتل محمد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال الله أفئن مات أو إيش أو قتل يعني ممكن تقتل فلا يجي واحد يقول الرسول لا الرسول مضمون أنه مرح يقتل نعم عصمه الله وحماه الله وكان في رعاية الله وتحت عين الله جل وعلا لكن هو لا يعلم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يتغير ولا يميل ولا يتحرك وهذه رسالة أنا أبثها من هذا المقام للمصلحين والعلماء والدعاة وأصحاب الفكر ومن يريد الإصلاح اللي عنده مشروع نهضوي يبغي ينهض بالأمة شف الإنسان المتلون هذا المتغير اللي اليوم له موقف بكرة لا موقف وأمس له موقف وكل لحظة يتغير لن يستطيع يحقق نهضة ولا نجاح ولذلك أثبت على موقف صحيح ثابت حتى تستطيع أن تقدم ما لديك وأنا أخصكم أنتم وأخص حتى المشاهير الإعلاميين وغيرهم أنت تسير في طريق أنت الآن ستخرج من هذا البرنامج تحت مظلة الإعلام المحافظ نحن نثق إن شاء الله تعالى في هؤلاء المباركين ونعرف أن الإنسان اللي عنده رسالة هدف واقتنع شرب الفكرة مثل ما يشرب هذا الماء بإذن الله لا تزعزع أهل الجبال لكن أنا وياك بشر قد تغرين الدنيا قد تنفتح قد تكون العروض مختلفة ولذلك ضع نصب عينيك أن عندي هدف هو أن أرضي الله إذا كان لضى الله أمامك إعلامي كنت عالما داعية حاكما أميرا مسؤولا غنيا والله لن تتزعزع ما دون تريد الحق قريش قررت بجد ما فيه تقتل محمد عن أقتل محمد الخبر تسرب وطلع الخبر لأبي طالب طبعا لابد أنكم تشوفون شيء معين أبو طالب جالس يناظر الآن كل يوم يجتمعون في دار الندوة وش عندهم هو أحد أعضاء تخيل أنك عضو في لجنة ولا تدعى ويدر أنهم يجتمعون لكن وش عندهم بدأ أبو طالب يشك يعني فيه ريبة في هذه الاجتماعات اجتماعات مكثفة مغلقة اجتماعات سرية ولا يدعى إليها وش فيه لازم أفهم وعرف ما الذي يحصل وصلت الأخبار أن قريش تعد لقتل محمد صلى الله عليه وسلم الحين أبو طالب بدأ يراجع الماضي أبو طالب عند كلمته ترى بعض الرجال ثرثار ولا يعد ولا يفي بما وعد أبو طالب قال كلمة هم موسلم صحيح لكن الكلمة التي قالها التزم بها ولذلك يقول بعض المعاصرين أو بعض العلماء أن الكلمة هي مدامت في لسانك فهي أسيرتك مدامك صاكم فهمك هي أسيرة عندك لكن اطلعت أنت أسيرها أنت أسيرها الكلمة أبو طالب قال عندي وش قال لي محمد امضي يا ابن أخي لأقفن معك ولأحوطنك بالرعاية والحماية حتى ألقى الله أبو طالب تذكر هالمقولة ويعرف أن الكلام هو قول وفعل يا شباب هذا موب مسلم وناصر الحق السؤال الذي أطرحه وش رسالتك للإسلام لما استهزئ مرة في مجلس بالدين والعلماء والفضلاء ولا استهزئ بآية ولا بحديث ولا حصل كلام حول الحق وش كان موقفك ما هو موقفك من نصرة الحق والدفاع عنه هذا السؤال يجب أن تسأل نفسك به وأن تضع له إجابة عملية أبو طالب هنا قال يا محمد لا تخف وجام أبو طالب جمع شباب بني هاشم كل شباب بني هاشم جمعهم أبو طالب وأعطى كل واحد منهم حديدة قوية ليش ما أعطاه سيفة الحين بيجي الكلام وقال له خذ الحديدة هذه الآن جالس يخطة خطة تمسك هذه الحديدة معك وتخفيها تحت عباءتك وبكرة هتقابلنا ياكم عند الكعبة أنت يا فلان تقف خلف ابو السفيان تقعد وراه وأنت خلف ابو لهب وأنت خلف مطعمة بن عدي وأنت خلف ربيعة وأنت خلف الوليد وكل واحد منكم يضع الحديدة تحت عباءته إذا أشرت لكم بعد أن ألقي خطبتي عليهم طلعوا حدايدكم وتركوا الباقي عليه الآن أبو طالب أعد الشباب ورتبهم اجتمعوا بالفعل عند الكعبة وسادة قريص جالسين طبعا هو أعطاهم حديد هو لا يريدوا حرب لأن السيف علامة حرب علامة قتال هو يريد التهديد والتحذير انتبهوا محمد اليوم خط أحمر صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يمكن أن نترككم تفعلون ما تريدون الرسول الآن إلى اللحظة مبعد درعا من قريش جالسة تخطط على قتله ولم يعرف أنهم يدون الفعل به يفعلون به ما يفعلون يمشي الرسول فيمر ابو طالب قال تعال يا محمد يا ابن أخي وأخذه بيده قال قريش تخطط على قتلك وأمسك به وراح يمشي حتى صعد النبي سلم عند الكعبة وناظر قريش وقال لهم كلمته المشهورة أبو طالب ثم وقف طبعا وضع كل واحد خلفه واحد مثل ما وزعهم أبو طالب وقال يا معشر قريش أتدرون ما هممت به أنتم الآن تدرون بماذا هممت قالوا وبماذا هممت عاد هنا أبو طالب واقف على الكعبة قال يا شباب بني هاشم فكل واحد خلع عبائته وطلع الحديدة التفت ابو سفيان اللي ورا حديدة كبر منه التفت ابو لاهب أبو جهل فنظروا قال لقد هممت أنكم إذا أردتم وبلغني أنكم تريدون قتل محمد والله لو قتل محمد لنتفانى جميعا إنه ياكم بني هاشم وأنتم يا قريش والله لن يبقى أحد لو مسستم محمدا بسوء ثم نزل وانسحب وخذ معه الشباب طالب في ذاك الوقت عمره أكثر من ثمانين سنة بل اليوم أنا أقرأ ابن هشام يقول عمره تجاوز ثلاثة وتسعين سنة وشوفوا الموقف كافر لكنه تذكر وصية ابوه يوم قال له يا ابو طالب عليك بابني أخيك فإن ابني هذا له شأن هذه وصية وهو يحفظ الوصية كم من وصية اليوم يوصي بها الشايب على فراشه قبل أن يموت وما أن يوضع في قبره ينتهي العزاء إلا حصلت المشاكل بين الأسر على قطعة أرض وعلى مزرعة ما تتجاوز لها أمتار وعلى بيت قديم أو طيم في ديرة من الديار ثم قامت الدنيا ولم تقعد وبو طالب يحفظ الوصية رغم كفره حافظ على هذا الشاب هذا الولد بيصير له شأن وبو طالب تأكل وتشرف معها الوصية لأنه يعرف قيمة الكلمة ويعرف وش معنى قيمة الوصية هنا قريش انكسرت موضوع خطير أبو طالب طبعا بني هاشم هي أكبر قبيلة موجودة في قريش من حيث العدد وانكسرت قريش من هذا الموقف كان أشدهم غيظا أبو جهل أبو جهل مقروت يعني اسمحوا لي بها اللفظة لأنه يشعر أنه اللي يواجه النبي تذكرون لما جاء حمزة وأسلم وش قالت لها الجارية ابن أخيك يعاب ويقال فيما يقال وانت رايح دور الصيد ودخل حمزة وطق على رأسها بالسام حتى خرج الدم وسكت ولما جاه الرجل يطلبها المال قال عطني مالي قال ما عندي لك مال وقالت قريش رح لذاك الرجل يرجع لكمالك فلما طرق النبي المال دائما هو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر هو ترى سمي أبو جهل ليش لأنه جاهل والجهل هنا ليس جهلا في الدنيا إنما جهل في الحق وأشد الجهل كما يسميه العلماء هو الجهل المركب بمعنى أن ترى الحق حقا هذا ما تقول لهذا شاهي أو هذه سماء تقول لهذا أرض يعني تقلب الحقائق وانت تعرف أنها هي غلط هذا هو الجهل المركب الذي وقع فيه ابو جهل طبعا الفكرة لم تنتهي هم صح ارتبش ولما وقف أبو طالب وقال الكلام القوي لكن فكرة من أبو طالب والسوى الآن بدأ يخطط ما رح يسكت وقريش يعرف أنها ما رح تسكت جمع بني هاشم بني هاشم كلهم مسلمين لكفار ولا فيهم وفيهم فيهم وفيهم لكن شوفوا كيف الحمية والنخوة التي تقوم على حق جمع بني هاشم ووضع لهم خطة للحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم أبو طالب يريد أن يضع خطة يجمعه يجمعه هذا كافر الأمة المسلمة لها أكثر من 200 سنة تراها تعاني كانت أمتكم هذه في مقدمات الأمم كنا نقود الأمم واليوم أصبحت أمة الإسلام في مؤخرة الإمم أصبح المسلم مالها قيمة بسبب هذا التفكك الذي تعيشها الأمة الأمة تحتاج في جميع المجالات تعال يا شباب من عندها جهدا بابا في التقنية اخدم دينك من هذا الباب استطعت أن تخدم عبر هذه الشاشات في الإعلام الله يوفقك ويقويك استطعت رجل أعمال أن تخدم الإسلام بمالك وفقك الله في هذا المجال قد علم كل أناس شربهم اشتغل بس افتح لنفسك باب اخدموا اخدموا هذه الأمة حتى تنهض الأمة أبو طالب يريد أن يضع خطة عظيمة بني هاشم كيف عايشين وين ساكنين أنتم تعرفون طريقة مكة كيف مكة الكعبة في النص وجبال تحيط مكة ولا لا جبال خلفها جبال خلفها جبال هذه الجبال بينها ممرات صغيرة ضيقة وشو تسمى شعب الشعب نعرفه بني هاشم هي القبيلة الوحيدة لكثرتها اللي ساكن منهم فوق جبل واللي ساكن في الشعب متناثرين أبو طالب قال لا هذا الموضوع ما يصلح تعالوا حنا نبي نجتمع كلنا يا بني هاشم ننزل اللي ساكن فوق الجبل نجي تحت لان سادة قريس ساكنين فوق الجبل زي ما نسميه اليوم بمصطلحاتنا المعاصرة أبغى غرفة مطلة على الحرم في فندق ساكنين فوق قال لم أبو طالب كل بني هاشم اللي على الجبال والمتناثرين نجتمع نسكن في هذا الشعب ليش أبو طالب قال نريد أن نحيط بمحمد ونضع له سياجا من قبيلة حتى نحميه ونعرف الداخل والطالع لازم نحمي محمد قريسة تقتله ومحمد نحطه في الوسط وحنا نسكن حوله بالله عليكم تخيل واحد يسكن في أي حي في أي مكان يعتبر من الأحيال الفاخرة أو المتميزة ثم يجي واحد يقولك تعالني بنسكن في حي شعبي ولا في مكان ضيق وتترك بيتك الفاره والمكان الواسع لأجل حماية محمد طيب ما حنا مسلمين بعضهم ولا رح يؤجر أصلا وش الفائدة طيب ليش أنا أجي وأترك بيتي اللي على الجبل وربما عندي مصالح حوله ورعي غنم أو غير ذلك ومع ذلك تسكنني في هذا المكان والله أنا اليوم بالذات جلست أبحث في كتب السير تجديدا للمعلومة أبغى واحد من بني هاشم قال لا ما وجدت أجمع أهل السير على أن كل بني هاشم إلا أبو لهب وأبو لهب شذ عنهم وهو من البداية أول من واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم نزلت كل بني هاشم وسكنوا في هذا الشعب وأصبح النبي عليه الصلاة بينهم ويحيطون به يحيطون بالنبي عليه الصلاة من كل مكان ونضمن حمايتنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم كم بيجلسون هنا ثلاث سنوات طبعا هم ما يدروننا ثلاث سنوات هم نزلوا على أن الفترة قد تكون يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل لكن ثلاث سنوات والرسول معهم لا يخرج إلا في موسم الحج موسم الحج لأن قريش لا تستطيع أن تفعل شيء لأنها تخاف على سمعتها والعرب يأتون من كل مكان إلى الكعبة فيخافون أن ينتشر عنهم شيء من هذا فتفسد عليهم العلاقات التجارية والمصالح المجتمعية التي كانت بين قريش وبين بعض العرب لكن قريش تفاجأت الحين قريش انبهرت معقولة استطاع محمد أنه يجعل بني هاشم على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وليسوا كلهم على ديانته أن ينزلوا من بيوتهم يتركون أحياؤهم ويسكنون ويحيطون به مثل الدرع الذي يتترس بهم ويحمونه وش هالقوة عندك يا محمد الذي استطعت أن تجعل كل بني هاشم تحميك هنا قريش طبعا شعرت بأنها أهينت يعني الآن جالس فيه تحدي صريح بني هاشم تتحدى كل قريش وأنها عرفت الآن تريد أن تصل للنبي ولا استطاعت وأنهم في نظرهم باللهجة العامية حط روسكم في الأرض ترى يا قريش أنتم الآن بني هاشم وضعت روسكم في الأرض واستطاعت أن تحمي ولدها محمد وأنتم لم تفعلوا شيء فقالت جينا بفكرة جديدة والشي قالوا نحاصر هذا الشعب والحصار من جهتين حصار الشعب بني طالب أو أبو طالب حاصرهم من ناحيتين حصار اجتماعي وحصار اقتصادي قالوا شوفوا ما تبيعون مع بني هاشم ولا تشترون لا تعطونهم طعام ولا تأخذون منهم مؤونة ولا تبتاعون معهم ولو تسرب أحد يبغى يشتري تغلون عليهم الثمن نمنعهم من الطعام ومن الشراء ومن الأكل ومن الشرب ولا نبيع لنشتري الحصار الاجتماعي أننا لا نزوجهم ولا نتزوج منهم وليس لنا بهم علاقة يا جماعة لم تخيلوا يعني قبيلة كاملة تحاصر تمنع من طعام من شراب من كل مصالحها ولا يستطيعون يشترون أو يأخذون حتى لقمة واحدة الطعام يجيهم بالتسرب كيف يكون الأمر حصار اجتماعي ليس هناك زواج وكتبت قريش وثيقة سموها الصحيفة وقعت عليها كل قبائل وتجار قريش وعلقوها في الحرم من باب قد يعطونها قدسية شوي وأنها تكون في داخل الكعبة وأن هذه الوثيقة مقدسة أبو لهب يوم شافوا بني هاشم تحاصروا وامتنع عنهم الطعام بدأ يناظرهم قال قال لكم أنتم مجانين أحد يصدق محمد الكذاب ويتبعه ماذا استفدتم من من اتباعكم لا هؤلاء قومكم تركوكم وحصرتكم قريش ومنعت عنكم الطعام والشرب ثم جلس يدور بين التجار قال اسمعوا لا تبيعوا لبني هاشم ولو ذرة من حنطة وإذا أراد واحد منهم يشتريها أنا أعطيكم أضعافها لكن لا تبيعونها لهم شوفوا كيف أن الإنسان ولذلك الله سماها أبو لهب قال العلماء سمي أبو لهب لأنه كانت خديه من كثرة الحمار من بياضة أنها كانت مثل لهب والمعنى الأصح والأدق والله أعلم أن أبو لهب كان يحرق نفسه بنفسه كان يحترق حسدا وغمطا من محمد ثم أحرق نفسه بهذه الأفعال الخبيثة المشينة ثم تحرقه نار جهنم التي جعلها الله له لأنه تسبب في الوقوف أمام النبي وهو أول من آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم واشترطوا شرط أيضا خطير قالوا نشتريط عليكم شرط أنكم ما تقبلون حديث محمد تخيل يجي واحد لأنه يقول لكم ترى قناة بي دائما منوع بثها على الأقمار الفلانية ولا تبث عندنا يمنع يا محمد أنكم أنتم تنقلون عن كلام محمد شي يعني الإسلام تحجر الإسلام أصبح محدود ولا يستطيع أن ينتشر الإسلام وثلاث سنوات يا جماعة ترى ثلاث سنوات في عمر خمسة وعشرين أو ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة في رسالة نبي كثيرة هذا نبي آخر الزمان حنب حاجة لكل يوم يعلم فيه الناس وثلاث سنوات يحاصرون ويحاصرون هذه الرسالة وجلسوا في الشعب ثلاث سنوات يحاصرون طبعا يراقبونهم من بعيد ما في حصار عسكري لكن فيه مراقبين استخبارات أي واحد يدخلهم شيء عطون إياه كفار بني هاشم وشي يسوون يوم يومين شهر سنة أنت تتكلم على ألف وثمانين يوم تقريبا تتكلم على ستة وثلاثين شهر وأنت محاصر في مكان حتى الأكل والشراب لا تستطيع نحن كيف يعني نستطيع أن نصبر بدأوا الناس والصحابة يأكلون ورق الشجر تخيلوا الصحابة يأكل ورق الشجر يقول سعد بن بيوقاص والله إني كنت مرة أكرمكم الله أريد أن أبول يقول فذهبت أريد أن أبول أكرمكم الله من يشاهدنا قال فسمعت طقطقة بلف هذا اللفظ جت في الحديث صوت البول أكرمكم الله يقول فرحت قلت هالصوت أكيدنا ما في شيء إلا يعني صقع البول على شيء يقول فبدأت وتيمم يعني يسوي بيدي كذا أبحث وش ذلك تحتي يقول حتى وجدت جلد شاه فيها طرف طرف الحمة صغيرة يقول ففرحت بها وأخذتها وعرضتها للنار نظفتها ووالله أنها كادت أن تكون رمادا من كثر ما عرضتها للنار ثم أكلتها وبقيت ثلاث ليالي لم يدخل بطني لا ماء ولا طعام هذا واحد هذا واحد من المواقف حتى قيل أنهم كانوا هم المسلمون وغيرهم من بني هاشم يخرجون يترجون يترجون التجار بيعونا لا تعطونا مجانا نعطيكم مال خذوا مننا بضاعة بس عطونا نأكل أطفالنا يصيحون حريمنا أهلكوا معنا شيبان وحريم كبار نحن في حالة مزعجة أعطونا طعاما ومع ذلك يحاصرون ولا يقول الصحابة والله إنا كنا نأكل الأشجار حتى كان الواحد مننا يتبعر أكرمكم الله يعني الفضلات التي تكون مثل تبعر البعير البعر ينزل منهم لأن أصبح طعامنا هو طعام البهائم كلها وترى وش في الحل كلمة وحدة اش تقول لهم قريش تبغى أكل تبغى تنفك من الحصار قل تبرأت من محمد بس طيب الرسول موب أذن لعمار موب عمار قال كلمة الكفر وقال الله جل وعلا في حقه إلا من من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان طيب ليش ما تقولها الآن لماذا لا تقول أو تفك نفسك من المشاكل لا الموضوع يختلف الأذى الأول أنت الحالك اليوم لو ينسحب واحد انسحبوا الناس كلهم ولذلك أنا أقولها لكم يا شباب وأقولها لمن يشاهدني اتقوا الله إياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك إذا كانت القضية متعلقة بك هذا أمر شخصي لكن إذا كان الموضوع وقوفك في موضع كلامك في مكان طريقتك في شيء معين قد تؤثر على جماعة على أمة على مجموع لا خط أحمر ونرفض ونعتبر هذا تنازل ونعتبر خلل ونعتبر عدم ثبات على الموقف الأمة تحتاج إلى أحد يثبت على الحق والدين حتى ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين قولوا تبرأنا ونفككم من هالإشكال لينتم فيه وتخرجون ويأكلون ذلك الورق ورق الأشجار والأطفال يتباكون ومع ذلك لا أحد سعد بن أبي وقاص يبحث في بولا أكرمكم الله حتى يدور له لقمة يأكلها سعد بن أبي وقاص سعد سعد الذي سيفتح القادسية هذا سعد رضي الله عنه الذي جاب كنوز كسرة وأنا أقولها اليوم وأنا جالس أقرأ الحقيقة قلت لولا هذه المواقف ما فتح سعد هذه الفتوحات لكن هالمواقف صقلت ولذلك ترى شيباننا والله العظيم خذ الحكمة من أولئك الكبار قد يكون بعض شيباننا نعم ما قرأ ولا كتب لكن عندهم من الخبرة وعندهم من التجربة في الحياة اللي ما مارس ما مارسوه أولئك الكبار وعانى وتعب والله العظيم أنني استطيع اليوم اسمحوا لي بعض لا أعمم بعض عياننا وشبابنا ما تعتمد عليه يجيب لك موية من البقالة ما نبغى شاب رخو ولا نبغى إنسان ما يحمل مسئولية نبغى رجل رجل نبغى رجال لأنه ليس كل ذكر الرجل ولكن كل رجل ذكر نبغى رجال يعرف قيمة المسئولية يعتمد عليه مبني على كتاب وعلى سنة سقلاته الحياة حتى يخرج بحق وأمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هنا الصحابة الآن لم يستطيعوا أو لم يتزعزعوا في أن يخرجوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثبات الثبات اليوم في زمن المتغيرات خطيرة جماعة شوفوا أنا قلتها لكم في الدروس الماضية اسمحوا لي ترى في كلام ما ودي أعيده ما عندنا مهم لأن الوقت ضيق اللي عنده فكرة اللي عنده هدف اللي حاط قدامه شيء ينظر إليه بغياء صلى اقسموا بالله صاحب الفكرة يصل إذا أعانه الله تبارك وتعالى ولذلك الثبات الثبات هل عمران ثبتوا ولا ما ثبتوا ولذلك خلد الله ذكرهم في القرآن العظيم الثبات يحتاج مننا أن نعرف أن هذه الفكرة التي معنا هي فكرة الحق تريد نهضة عندك فكرة صحيحة لا بد أن تضحي ولا بد أن تصبر إذن الآن يمر على النبي عليه الصلاة والسلام ليالي اسمعوا في هذا الموطن العظيم ذكرت هذا لكن أعيد لأنه كان في هذا الموقع قال النبي أخفت ولم يخف أحد وجعت ولم أجوع أحد ووالله لقد مر علي ثلاثين ليلة أنا وبلال لا أجد ما أضعه في بطني إلا لقمة كان يخفيها بلال تحت إبطه لقمة تخيل يحطها بلال تحت إبطه في حر الشمس وفي شدة حر مكة ويدخل بها فيخرجها فينظفها النبي سلم ثم يأكلها من شدة الجوع حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبو طالب ثابت كل يوم الثاني وش يسوي أبو طالب يقول محمد تعال أنت اليوم تنام هنا في هذا المكان وينام بكرة يأخذه نومة في البيت اللي في الزاوية بعده هناك يقول طيلة ثلاث سنوات ذكر ذلك لم يثبت أن النبي نام في مكان واحد ليلتين أبو طالب يقول ما أقدر نومك ما عندنا محاصلين للمكان لكن حننا خاف أنهم أيضا يخترقون أو ربما يكون فيه نوع من الخيانات ثم تقتل في مكانك هذا ثم أخذه واصبح أبو طالب كل يوم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول هنا يفكر انقطعت أخبار المسلمين في الحبشة أخبار المسلمين اللي خارج الشعب ما نديوش عنهم وش أخبارهم يؤذون يقتلوا أحياء أموات لا يستطيع النبي أن يلتقي بهم إلا في وقت الحج أكيد قريش مذهولة من ويش مذهولة يا جماعة تخيل واحد يحاصرك اقتصاديا واجتماعيا وانت صابر تحدي وقريش تقول دولي مجانين وقطعا توفي يقول ابن هشام مات عدد من بني هاشم تخيل شيبان وحريم وأطفال وحصار تبون موقف مقارب اللي يقع اليوم في سوريا في نظر مشابه بذلك اليوم لما ترى بعض إخواننا في تلك البلدان التي نسأل الله في هذه الساعة أن ينزل عليهم النصر عاجلا غير آجل والله العظيم أن هذا المشهد قد يكون مقارب حصار أطفال نساء جوع خديجة رضي الله عنها قريش تحترمها فقالت لها قريش تعالي يا خديجة أما أنتي فأنتي معززة مكرمة لأنها لها قيمة أنتي نسمع لك تطلعين وتدخلين تروحين بيتك وتنامين وتأكلين عمر خديجة في بداية الحصار 62 سنة قالت خديجة لا والله لا أنفرد بذلك عن المسلمين وش هالدين اللي جعلت حتى هالحرم اللي مسموح لها أنها تطلع وتروح تأكل وتشرب أنها تتمسك وتبقى خديجة تزوجت النبي عمرها كم أربعين سنة ولما جاءت البعثة كم كان عمرها لا خمسة عشر سنة يعني كم خمسة وخمسين سنة حنا الآن في السنة كم السنة السادسة أو السنة السابعة في الحصار كم عمرها يعني الآن 62 سنة تخيل عجوز وصاحبة مال وصاحبة مكان ومع ذلك ترفض رفضا تاما أنها تخرج انتصار الرسول هو الذي انتصر صحيح أن انتصار غير محسوم هو مرحلي لكنه انتصر بثباته وثبات من معه صلى الله عليه وسلم خديجة انهكت وتحبت وأبو طالب انهك ومات عدد من بني هاشم ثلاث سنوات والناس على هذه الحالة في واحد اسمه هشام ابن عمر العامري هشام كان عنده بعير يجي يمشي من جنب الحصار يحمل على البعير طعام وأكل واذا شاف الناس غابة تجيب البعير في النهار عشان يعرف الدرب ولا جاء في الليل جابه وافلته عشان يدخل على على شعب أبي طالب فيأخذ الناس ينزلون من عليها الحمولة اللي عليه فيأكلونها اكتشفتها قريش وأحضرت وأخذت عليه العهد قالت آه دخلت في دين محمد قال لا لا ما دخلت قالوا كيف تدخل بعيرك قال ذهب مني فار يعني البعير هو اللي راح مبنى قالوا ما عدت عيدها قالوا وعدكم ما عيدها وبعد ثلاثة أيام ما قدر لان عنده نخوة فحمل البعير ودخله فعلمت قريش فضربوه وخذوا عليه العهد انه ما يعيدها ووعدهم وبعدها بأيام أخذ البعير مرة ثالثة وأدخلها عليهم اكتشفتها قريش فعذبوه وضربوه علما بأنه من كبار القوم وضرب وعذب حتى وقف ابو سفيان وقال له كلمة واحدة قال ابو سفيان انا انا اقف عنده يعني اتركوه وهو في جواري لكن لا تعذبونه قالوا ليس تقف معه يا ابو سفيان قال ان لهم رحما لا تفسدوا علينا اخلاقنا كلها قيم يا جماعة انا خاطب الاعلام المنحرف والناس الضائعة هذه اللي تبغى تضيع الامم بقيم او لا يوجد أصلا قيم باشارات وحقيقة تخدش بالامة وبدينها وعقيدتها وولائها وقيمها ولا عندهم مشكلة يا اخي ليبقى على قراتهم في العام يستحي يا وجه يستحي يعني احيانا ليس انت قد لا تكون في صفي لا تحب الخير لكن لا تهدم جميع قيم الامة على مصالحك الشخصية اهم شي عندك مصلحتك وهدفك البائس وطريقتك العفنة المؤمن العاقل يجعل لنفسه تفكيرا صحيحا حتى يلقى الله تبارك وتعالى قال ان لهم رحما فضرب وحاولوا ان يفعلوا فيه ما يفعلوا لكنه كان ثابتا ولم يستطيعوا عليه قريش الان اصبح حالها حال الانسان البائس الذي ظهر بؤسه وبان عواره ثلاث سنوات والصحابة محاصرون والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحبشة والبقية الصحابة اللي خارج شعب ابو طالب ثلاثمائة وستين يوم في ثلاثة قرابة الف وثمانين يوم تقريبا ستة وثلاثين شهر وهم ثابتون والقرآن ينزل طيب وين جبريل وين الوحي وين الملائكة ليش ما تصير معجزة انقذ نبيك رب العالمين لا الله له حكمة وينزل القرآن طيب وش يقول القرآن ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين طبعا الايات هذه جميلة لكن ما جاني حل المشكلة لكن الله يقول لن تكره خلق الله لان الله يقول لا يكراها في الدين ثم ينزل على النبي وقول الحق من ربكم فمن شاء اللي يبغى يدخل الايمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وينزل على النبي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدلاء لكلمات الله وش كلمات الله هذا هو الحق الحق انك تثبت على الحق الحق ما هو انك تصلي لك شهر ثم تترك الصلاة الحق ليس انك تعاهد نفسك على ان تترك الحرام ثم ترجع بعد يومين الحق ان تثبت لانه لا تبديل لكلمات الله تخيل النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما نزل على النبي على الاقل يقول له جبريل ترى الحصار باقي له شهر وينتهي يصبر وخلاص ما فيه ما في علامة ينتهي اليوم ينتهي بكرة وينزل على النبي فاصبر ان العاقبة للمتقين تعاملوا يا جماعة مع الايات اذا مرت عليك فتنة شهوة رغبة نفسية شيطان ضحك عليك الهوى كما قال الشاعر اني بوليت باربع يرمينني من نبلي من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي انت على الخلاص قديره الله قادر ان يخلصك لكن اصبر اصبروا امام الشهوات يا بنت يا فتاة يا امرأة يا رجل يا شاب يا كبير يا صغير يا اي من كنت اصبر تجيك شهوة تجيك فتنة تجيك دعوات للشيطان تجيك رغبات نفسية لكن قف بكل ثبات وينزل على النبي حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء طيب لماذا ثلاث سنوات والله يقولوا ثبتوا على الحق الدين غالي ولابد من العطاء ولابد من التضحية لو لا هذا الموقف ما ثبتت الاجيال بعد محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان نروي للجيل ان الدين هذا لم يخرج لم يصل الا بثبات كل يوم تقدر تطلع لكن تقول تبرأت من محمد لكن لا نصبر لان عندي فكرة وعندي كذلك مبدأ اريد ان اصل اليه وهنا فيه نجاح تلو نجاح بني هاشم الان يحتكوا مع المسيبون ولا ما احتكوا طيب سؤالة ان الرسول استغل الفترة هذه في دعوة بني هاشم ولا لا الرسول هنا لم يدعو اشخاص باعيان ان تعالوا ودخلوا ليش طيب فرصة يا رسول الله مدام ثلاث سنواتوا في حصار زي اللي عندك ناس مقفور عليكم في سجن فرصتك انك تعلمه الرسول هنا اراد ايش اراد ان يعلم بافعاله وليس باقواله ثباتك يا محمد على هذا المبدأ وهل كفار يشوفونك دليلا اللي عندك حق فبات اصحابك الذين معك هؤلاء حتى النساء يثبتنا على ما انت عليه هذه قمة التعليم وقمة الدعوة التي اهتزت بها قريش واهتز بها بني هاشم الدعوة بالثبات وندعو الناس ايضا بالكلمة الحسنة لكن نختار الوقت نختار الطريقة نختار الاسلوب قريش الان ملت تفشت على ما يقولون ابو طالب جامد والنبي ثابت خديجة ثابتة والرسول في الحج يخرج شوف الرسول يطلع في الحج ترى ما زال في الحصار يطلع بس في ست سنة مرة واحدة يروح عند الكعبة ويجي عند الكعبة الله اكبر ويصلي ويدعو الناس يا محمد انت مراقب انت تحت العين قد تقتل لكن هذا اسرار وقوة وتحدي وتبات وهو يصلي عند الكعبة دخل رجلي وقال له عمرو بن عبسة قال له وين محمد وين رسولكم هذا اللي يقول انه رسول قال شوف محمد ذاك اللي يصلي عند الكعبة هذا عمرو بن عبسة عنده عدم قناعة بالاصنام يقول الاصنام دي ميه برب انا ما نمقتنع عنها رب هذا حجر وصنم اذا المهبل يستجدون يركعون عندها انا ما نمقتنع هو ليس مسلما لكن غير مقتنع بعبادة الوثنية فلما اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال من انت يقصد الرسول قال له الرسول انا نبي قال له قلت وما نبي يعنوه شو نبي قال رسول الله قال بما ارسلك انت رسول طيب بما ارسلك الله الرسول يعرف كيف يكلم الناس قال ارسلني بصلة الارحام وكسر الاصنام اللي انت الرسول يعرف ان ما هو بيحب الاصنام وشوف كيف الرسول يختار الكلام المناسب ارسلني بصلة الارحام وكسر الاصنام قال او من معك من معك على الحق كان ابو بكر وبلال واقفين على فكرة بلال كان عبد عند من عند ابو بكر واعتقها ابو بكر يقول عمر بن الخطاب ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ابو بكر سيد واعتق سيد قال من معك فيها الدين قال معي حر وعبد يقول فالتفت فاذا ابو بكر وبلال واقفين هؤلاء هم ربع محمد ما في تفرقة يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله عند الله اتقاكم ثم بعد ذلك نظر هذا عمر بن عبسة لما نظر هذا الموقف شوفوا يا جماعة قبل كم يوم في مجلس وسمعت كلمة عجبتني ساستعيرها واقولها لكم قصة ذكر احد الاخوة في مجلس في بيتي يقول ان في احد الضباط كان يتعامل مع افراده يتعامل مع الافراد على انه ينزل يعني متواضع الى درجة من يحسون انه مثلهم فرد ما هو بضابط فتقاعد او ذهب من عمله ثم عينه ضابط ثاني بداله قائد فيتعامل معهم ايضا بتعامل اخر تواضع لكن بطريقة ثانية فلما جوا الافراد وجلسوا مع الضابط الجديد هذا القائد قالوا يا اخي انت تختلف عني لقبلك انت عندنا احسن قال انا اللي يعرف ان في الان كان يتعامل معكم بلطف وتواضع قال هو نزل الينا حتى شعرنا بانه فرد مثلنا لكن انت ارتقيت بنا حتى شعرنا ان ضباط مثلك انت رقيتنا المستواك فوق عاملتنا بهذا التعامل هذه الفكرة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بها مع الصحابة يتعامل يرتقي بهم ولذلك انا اقول للخطباء والدعاة والمصلحون والاعلاميون وانتم ارتق بالناس الى الفكرة في السهل الممتنع لا تجيب المعقد اللي ما يفهم او تتفيقها على خلق الله لا المقصود انك تأتي بفكرة قيمة عالية وفكرة راقية بما يفهمه الناس بالسهل الممتنع كما يسمى في اللغة وبالتالي تكون وصلت وصلت الناس الى الاعلى لاننا امة نرتقي من موقع الى الى موقع اخر شاف العلاقة عمرو بن عبسة بين الفقراء والاغنياء العلاقة اجتماعي وانا اقول لكم اذا دخلت مجتمع ولا دولة في اي مكان في العالم وشفت فيه طبقية وفيه عنصرية وفيه تمايز بين فئات وفئات قل على هذا المجتمع السلام المجتمع الذي ليس مجتمعا مندمجا ومجتمع يدخل بعضه ببعض بمعنى يكون فيه نوع من التساوي والعدل والانصاف على مستوى القضاء على مستوى التدريس على مستوى الصحة لماذا لا يعالج في بعض المستشفيات الا الفئة اي بي ولماذا لا يدرس في بعض الجامعات الا ابناء فئة معينة ولماذا لا يعطى المال عن المال الذي تعطى احيانا من الدول قروض وغيرها الا الفئة معينة لا اذا كان فيه نوع من التساوي تغير كل شيء ولذلك الصحابة لما جوا من الحبشة ورجعوا وقال لهم الرسول حدثوني باعجيب ما رأيته مش اعجب شيء شفتوه فقام واحد قال يا رسول الله والله اني كنت ليلة من الليالي امشي ورأيت عجوزا من الحبشة تحمل على رأسها قلة ماء فوقها جرة مليانة ماء عجوز فجاء رجل من ابناء الاحباش من عيال الشيوخ الكبار فدفعها فسقطت وسقطت جرتها وانكسرت هي قامت ترفع وتلتفت تبغى ترجم او تحذف او تدافع عن نفسها تبغى تشوف اللي دف هذا منه فلما التفتت وجدت ان الذي دفعه واحد من ابناء الكبار قال تذهب فان بيني وبين اهلك موقف سيقضي فيه رب العالمين توكل على الله قال الصحابي فالتفت لنبوه يبكي وهو يقول صدقت صدقت والله لا يأتينا يوم تقتص الشات الجلحة من الشات القرناء يقول بعض العلماء تقتص من فقط تاخذ حقها يعني بمعنى تعطى شيء هي شات ولذلك يقول الكافر يا ليتني ايش كنت ترابة مثل الحيوانات لكن ما تكون تراب لان تاخذ حقها قالوا كيف قالوا ان الله يجعل ينبط للشات الجلحة قرنا فتنطح التي نطحتها في الدنيا وتاخذ حقها منها فكيف البشر فسبحان اعدل العادلين جل في علاه هذا النبي يتعامل بهذا المستوى مع الصحابة هنا هذا الرجل اسلم قال النبي اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله اني اريد ان ابقى معك قال الرسول لا انا محاصر انت شفتني حيند الكعبة ترى برجع انا مسجون في مكان بروح برجع له اقول اذهب الى اهلك واذهب الى بلدك ولا ترجع اصبر ولا ترجع الينا الا اذا سمعت انني طلعت على ظهر الكعبة اذا وصلتكم الاخبار نرقين على ظهر الكعبة عود لنا يقول الصحابي عمر هذا اسمعوا الكلام يا جماعة بعض الناس يقول يا اخي حظهم هذول كانوا مع الرسول هذا ما شاف الرسول يقول والله ما رأت عيني عين النبي الا ذلك اليوم حتى جاء يوم فتح مكة وسمعت ثم عدت الى النبي عليه الصلاة والسلام كيف قدر يثبت هالفترة وهو في بلد ليست مسلمة يقول فلما عدت بعدين الصحابي ذا ودخلت يقول قلت يمكن الرسول ما يعرفني الان يقول فتقدمت انظر الى النبي الرسول طبعا فتح مكة مشغول فلما رآه الرسول نزل فرحب به وضم قال عرفتني قال نعم عرفتك انت عمر عرفتك الذي جئتني في ذلك العام يقول ففرحت فرحا ما فرحت مثلا لان النبي عرفني صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم الرسول عظيم 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 في كل احواله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه بقلب واعرفوا ان الصلاة عليه عبادة وببشركم ببشاره من يسمعنا ترى كذا صليت على النبي متعبدا في ذلك في حالتين في حديث قال النبي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بأعشرة قال صلوا علي فان صلاتكم تبلغني قال فان صلاتك انت الان جالس في الرياض تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد تروح سلامك وصلاتك يقول النبي فيرد الله لي روحي فارد عليك انت يا غرم الصلاة وسلام بمثلها كل واحد باسمه قال وفي لفظ آخر قال وما من مسلم يصلي علي الا قيض الله ملكا يأخذ صلاته وسلامه علي فيردها اليه بعد ان يسمعها مني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد فيها الان الوضع الان خلاص قريش خلنا نقول افلست ما سوت شيء الحصار وحصل والناس متمسكة الجوع تم والناس ثابتة وش نسوي قالوا بعض القريش العقلة نطلع خلاص هذا حصار فشلنا عند العرب ومحمد هذا ما استفدنا شيء من حصاره فقام ثلاثة مطعم بن عدي وبالبختري بن هشام وهشام بن عمر العامري هذا اللي يضرب يوم كان يدخل الطعام صاحب الناقة ثلاثة قاموا واجتمعوا قالوا يا قريش ان بني هاشم منع عنهم الاكل والجوع ويموتون وانهم لم يتغيروا عن دين محمد فخلاص اتركوهم حتى يخرجوا مما هم فيه لكن لا تتركونهم على هذه الحال ثم لا تستفيدون انتم ولا تفيدونهم قال قريش لا احنا كتبنا صحيفة في صحيفة كاتبينها في الكعبة شوفوا شوفوا الان شوفوا سبحان الله العظيم كيف الله يوزع الامور في هذه اللحظة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ثلاث سنوات ما جاء والان نزل فلما نزل قال يا محمد ان صحيفة قريش التي في الكعبة ان الله صلط عليها الارضة الارضة لتاكلها والاكلة فاكلتها كلها واكلت باللفظ الحديث فاكلت الظلم وابقت الحق يقول لم يبقى فيها اللي باسمك اللهم صحيفة طويلة فيها معاهدة مقعتها كل قريش فدخل عم النبي ابو طالب على النبي عليه ست ساعة الحين قريش جالسة تثناقش نقطعها ولا لا نلغيها ولا لا ويريدون هذا طبعا هؤلاء الثلاثة اللي ذكرنا اسمائهم مطعم ابن عدي وابل وقتر ابن هشام وهشام ابن عمر العامري قالوا ش نسوي احنا ما نقدر على ابو سفيان وعلى ابو لهب وعلى ابو جهل قال اسمع انت وانت جب معك مجموعة كل واحد جب مع مجموعة ونتوزع عند الكعبة وانا بقوم اصيح يقولها مطعم ابن عدي ابا اقول فكوا الحصار عن بني هاشم وانت قل الحصار لا ينفع انهم ماتوا وهم منا من هالكلام هذا نربشهم يعني نسوي ثورة فاجتمعوا عند الكعبة والكفار سادة قريش جالسين فقام مطعم ابن عدي قال ان قريش ترفض حصار بني هاشم اكثر من هذا التفت ابو سفيان توبي يتكلم اللقام ثلاثة اربعة بدأ الناس يصرخون من اطواف الكعبة فالتفت ابو سفيان دارا الموضوع فيه ترتيب فسكت حتى قال انه امر هذه قولتك انه امر دبرا بليل هذه اول مقولة انه امر دبرا بليل يقول انتم خططتم من ورانا لكن اجتمعت قريش كانت نعم الكلام صحيح ابو طالب جاء للنبي قال يا عمي لقد قال لي ربي اخبرني ربي ان الصحيف التي كتبها بنيها اللي كتبتها قريش اكلتها الاكلها الاكلها الارضة ولم يبق فيها الا الحق اكلت الظلم وابقت الحق قال اخبرك ربك بهذا قال نعم اخبرني وقام الان ابو طالب وراح لهم هم الحين تشاورون نفك عنهم الحصار طيب الوثيقة وش نسوي هي مقدسة قال لهم ابو طالب اسمعوا مني يا قريش لقد اخبرني ابن اخي ان ربه اخبره وابن اخي لا يكذبني ابدا محمد صادق ان صحيفتكم التي علقتها في الكعبة اكلتها الدود الارضة هذه جنود الله سبحانه وتعالى ولم يبق فيها الا حق قالوا طيب لو فتحنا باب الكعبة حنا داستينا من ثلاث سنوات ما دخلنا عليها لو فتحنا باب الكعبة ووجدناها لم تؤكل قال ان اكلتها الارضة ففكوا ما نحن فيه فان ابن اخي لا يكذبني ابدا فادخلوا وفعلا وجدوا ان الصحيفة قد اكلتها الارضة الاكلة كلها ولم يبق فيها الا باسمك اللهم وفقط هذا الحق الذي بقي الان تيقنوا يقين يا جماعة اللي يدبركم من الله اللي جعل السكين الحاد اللي تقطع لما جاء ابراهيم يضعها على عنق اسماعيل ما تقطع من الله الله اللي قالها لا تقطعين لا تذبحين هي سكين حادة لما حطها ابراهيم على عنق اسماعيل يحركها يمين يسار ما قطعت اللي جعل النار التي تحترق ناء بردا وسلاما على ابراهيم وغير خاصيتها نار تحرق الاخضر واليابس لكن يرمى فيها ابراهيم بكل بساطة لان امر الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللي يغير النار الى ان تكون برد وسلام من هو الله جل في علاه الذي قال للحوت ابتلع يونس ولا تأكله من هو الله جل في علاه الذي جعل البحر يبسا يمشي عليه موسى عليه السلام من هو الله جل يمشي عليه فرعون ثم يغرقه ثم يمشي موسى ولا يأتي شيء هو الله جل في علاه الله جل وعلا قادر ان يغير الامور وهو سبحانه وتعالى يجعل كل امر الله جل وعلا لو تقرون قوله جل وعلا في قوله اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا الجبال سيرت اللي يسير الجبال من واللي ينسي في الارض من واللي يسجل البحار من الله ليس قادر على ان يزيل همك ويبعد عن المريض مرضه والله يا جماعة من توكل على الله ولو تجمعت عليه مشاكل الدنيا وانا اخاطب من هذه القناة كل مريض يسمعني الان على فراشه ويئس من مرضه اقول اصبر فان الله قادر جل في علا ان يرفع عنك هذا البلاء واقول للمسجون الذي يراني وهو خلف زنزانته اصبر فان الذي اخرج يونس من بطن الحوت قادر على اخراجك اقول لكل مسلم ولكل انسان اصيب بهم ان الله يخرج الامن من قلب الخوف الله يقول لي ام موسى فاذا خفتي عليه قال لا تصكي عليه الباب القيه في اليم اخاف عليه والقيه في اليم نعم الله يخرج الامن من قلب الخوف الله جل وعلا هو الذي اخرج الايمان من قلب الكفر فالتقطه ايش اهل فرعون التقطه اهل فرعون اخرج الله موسى من قلب بيت الكفر فرعون لانه كان مؤمن الملك لله جل في علا كفرت قريش وفشلت مرة ثانية وثالثة وعاشرة ولينتصر الحق والنبي يخرج منتصرا عليه الصلاة والسلام خرج النبي وخرج الصحابة من الحصار الصحابة انهكوا وعائشة خديجة رضا عنها منهكة جدا الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم بعد ذلك ايها الاحبة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام حين الان في اواخر السنة التاسعة كبار الذين خرجوا من هذا الحصار منهكين ترى ابو طالب توفي بعد الحصار هذا وخديجة توفيت بعد هذا الحصار انهكت عمرها الان خمسة وستين سنة لما انتهى ذلك الحصار وخرجت متعبة رضي الله عنها وارضاها اذا يفكرون في اذا النبي اكثر من مرة واكثر من طريقة لكن نبيكم عليه الصلاة والسلام الان ينظر خرج النبي السلم بعد الحصار يفكر وفجأة يأتيه عقيل قال تعالى يا محمد ادرك خير قال ادرك عمك فان ابو طالب يحتضر الان يا الله شوفوا المصيبة يعني وفاة ابو طالب في ذا اللحظة طبعا موقف صحب يقول النبي السلم فدخلت على عمي وكان عنده ابو جهل وابو لهب يقول فنظرت لابو طالب يقول فوقف النبي قلت يا عم يا عم اريد منك كلمة قال له ابو طالب قل وابيك عشر كلمات قل عشر منه بوحدة قال يا عم قل لا اله الا الله قال اما هذه فلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون قال يا عم قلها يا عم كلمة احاج لك بها عند الله انت دافعت عني وحميت الاسلام يا عم قل كلمة ابو ابو جهل ابو لهب قالوا اتصبأ عن ديني ابائك واجدادك قال لا اقولها ومات عمها على الكفر حتى قال النبي خرج النبي يبكي علي بن ابي طالب كان برا ابوه اللي ميت فخرج النبي يقول علي فرأيت النبي قد وضع يده ودموعه يقول تسري على خده يبكي لانه مات على الكفر يقول ابو طالب فضممت النبي واجعست ابكي معه والله ما بكيت على وفاته بقدر ما بكيت انه مات على الكفر فرأيت النبي يبكي يقول تمنيت انه قالها يا ليته قالها يا ليته قالها فاستغبر الرسول لعمه لكن الله نهاه عن الاستغفار ونهاه على ان يستغفر لعمه الا انه شفع له وقبلت شفاعتها ابو طالب اخف اهل النار عذابا يوم القيامة يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار فقط هذا التخفيف لانك دافعت عن هذه الرسالة ودافعت عن محمد بن عبد الله ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم توه طالع من الحصار وابو طالب يعد الواجهة الرئيسية امام هؤلاء المجرمون اسبوع والرسول في حزن فاذا بالامر يختلف جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وينزل عليه جبريل فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما صنعت طعاما في البيت واخذت الطعام تبحث عن النبي سألت عنه في ثلاث اماكن كل ما راحت قالوا نشفي الرسول هناك تقول فاتيت فاذا به عند الجبل عند جبل الصفا فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت عجوز كبيرة فسقطت جبريل الان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فسكت جبريل قال ان خديجة قد اقبلت وتأتي خديجة فتدخل فاذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة هذا الحب الشريف شوفوا خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة بسأل سؤال لي اخواني المشاهدين ولكم وشون علاقتنا مع حريمنا ونساءنا؟ ليش الواحد مننا اذا سارت علاقتها بعد ثلاث اربع سنوات تغيرت العلاقة بينها وبين زوجنا؟ علاقة زوجية امتدت خمسة وعشرين سنة كلها حب وفاء وتنبض عن محبة وقرب فاذا بالرسول ينظر الى خديجة تحبانة فجبريل نزل الان جبريل لاحظوا اول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن ما معها ايات اشتبي يا جبريل جاي انا اتيت اخبرك ان الله يقرئ خديجة السلام فيه سلام معي تحية انا جاي اوصلها من من؟ قال يا محمد اقرئ خديجة من الله من ربها السلام وخديجة دخلت عن نبيه احتضنها فقال يا خديجة ان جبريل هنا وجلست قالت انه يقرئك من الله السلام الان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي بسلام الله تبارك وتعالى قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها هو السلام ومنه السلام ثم قال جبريل واقرئها مني السلام حتى انا سلمني عليها قال وان جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام يا جماعة يا نساء يا امة محمد يا رجال الوحي امين السماء ينزل للارض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي لكنها مرأة جادة صالحة مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عايشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها لقد ابدلك الله بخير منها قال لا والله لم ابدل بخير منها لقد امنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وواستني يوم لم يكن هناك احد يواسيني ورزقني الله منها بالولد يوم لم ارزق منها بغيرها ثم سكتت عايشة تقول عرفت ان الرسول تأثر قلت يا رسول الله استغفر لي قال والله لا استغفر لك حتى تستغفر لخديجة استغفر له بعد ان استغفر لك خديجة يا خديجة ان الله يقرئك السلام قالت الله هو السلام ومنه السلام كأن الله يقول لها يا خديجة انت تعبتي وتألمتي وكنت تروحين للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضمتيه ودثرته وزملتيه وذهبت به له ورقة وثبتيه والله لا يخزيك الله ابدا كنت ناصرة له كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق كنت مع محمد يقول الله انت السلام كأنه يقولها ارتاح يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا الذين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة ثم قال وان الله يبشرك يا اخوان هذه امكم امك امك انتم حاسين فيها قلوا امي خديجة هذه حبيبتنا خديجة امنا رضي الله عنها امك هذه الله يقول وازواجه امهاتهم هذه امنا امنا خديجة رضي الله عنها نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل امهاتنا زوجات النبي امهات المؤمنين هذه امنا امنا خديجة يا مرأة ويا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الام امك خديجة ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل ثم يقول لها الله يقرئك السلام ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش من قصب القصب على شكل الغار جاي كده شكل العش لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد يقعد الايام العدد في الغار وكانت تجلس معه فترة من الايام جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة وقال بعض العلماء لانها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها ابدلها الله ببيت في الجنة ولانها تعبت تعبت في الدنيا قال الله بيت يقرئك السلام ويبشرك بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب معد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة ليس فيه نصب باذن الله جل في علا اسألكم سؤال تتوقع لحظة الموت اذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام ترى رعائي خديجة ماتت فيها اللحظة فقام جبريل وخرج وقام النبي فاحتضن خديجة واخذت تقول لها الكلمات الجميلة قالت يا محمد والله لن يخزيك الله ابدا والله لن يخزيك الله ابدا والله لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق اصبر يا محمد واخذ بوصية ورقة ابن نوفل فان قومك سيؤذونك وانهم سيطردونك وانهم سيعادونك وتثبت حتى في اخر لحظة هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وارضاها ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم وحزن النبي عليه حسنا شديدا وتعب عليه الصلاة والسلام حتى سمى بعض المؤرخين مشتهدين هذا العام بعام الحسن لو انا وانت بيدنا اختيار موت ابو طالب وموت خديجة يموتون الان لو كان الاختيار عندنا اخرناهم الى بعد ذهاب النبي للمدينة الى بعد فتح مكة لكنها حكمة الله جلت قدرته والله جل في علاه اختارها ان تموت في هذه اللحظة لاسباب من اهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك ان تتكل الا علينا واعلم ان البشر يموتون واننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي انت عليه فايذا بها رضي الله عنها وارضاها تموت وتدفن رضي الله عنها ويبكي عليها النبي ويحزن حتى ان الصحابة يأتون النبي بعد ايام يجدون يبكي يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك فبكى وقال انها ام العيال ربة البيت انها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس انها المرأة التي امنت بي يوم كفر كل الناس انها خديجة وكفى ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا الان المسئولية عظيمة خديجة ماتت فيه عيال وبنات في البيت بقي النبي سلام اربع بنات له في بيته ذهبت زينب كانت متزوجة ابو العاص بن وائل ورقية تزوجها عثمان لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وام كلثوم فاطمة عمرها اربعة عشر سنة معنات فيه مسئولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات محتاجين الى رعاية والى مجهود تأتي امرأة تقول يا محمد الا تتزوج بعد خديجة ويبكي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة في حرمة تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة من حب النبي لخديجة جلس سنتين بعدها ما تزوج وهنا ارد على البعض المستشرقين اللي يقولون بان محمد يحب النساء نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من افواهكم رسولنا تزوج عمره خمسة وعشرين سنة بامرأة تكبره بخمسة عشر عاما عمره اربعين سنة وكان تاريخه العفاف والعفة والشرف والصدق والامانة حتى شهد اعداءه لا ثم بقي عليه الصلاة والسلام عامين واول من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة لانها جاءت مع المهاجرين من الحبشة ومات زوجها وكان عمرها يوم ان تزوجها النبي ثلاثة وثمانين سنة انها جرأة على الله ورسوله النبي لم يتزوج انسانا قبل النبوة الا خديجة وما تزوج بقيعة زوجاته بعد سودة وعائشة البواقي من النساء الثمان الا بعد غزوة بدر حتى توفي صلى الله عليه وسلم وكل الزواج كان لاغراض تخص الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام مات ابو طالب ابو طالب كان يحميه في الخارج وماتت خديجة كانت تحميه في الداخل داخل البيت تحتضنه وتطبطب عليه وتمسع على رأسه وهذا اختيار الله جل في علاه لكن الله يقول لمحمد يا محمد يا رسولنا ويا حبيبنا نعلم ان هؤلاء يقفون معك لكن فتوكل على الحي الذي لا يموت توكل على الله انك على الحق المبين ويخرج النبي يمشي في الشارع وفي السكك واول ما راه كفار قريش بعد وفاة ابو طالب اخذوا التراب وحثوه على وجهه وشتموه وكان يمسح عن وجهه ويبكي ويقول يا عمي ويا خديجة ما اشد الوجد من بعد فقدكم وينزل قول الله جل وعلا على رسول الهدى وتوكل على الحي الذي لا يموت مات ابو طالب عمك توكل علينا فنحن لا نموت وسبح بحمده وينزل قول الله فتوكل على الله انك على الحق المبين اقولها لكم لو مات اعز الناس عندك اخاطب اخواني الذين فقدوا اباء وفقدوا ابناء وانا اعرف ان اليوم في البيوت مكلومين وربما فيه بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا او صديقا او عائلا للبيت اقول لمن خذ له اصدقاؤه او خذ له رئيسه في الوظيفة او خذ له شريكه في التجارة او خذ له من حوله ممن يحبهم او يعتمد عليهم اعلم ان الله معك اعلم ان الله معك اعتمدوا على الله توكلوا على الله ارزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركان بعض الناس يقول امي وبيهم كان نور حياتي نعم هم نور الحياة لكن لا تقول انتهت الحياة اثبتوا وتوكلوا على الله وعملوا اراد الله ان يموت ابو طالب في هاللحظة الخديجة ايضا لسبب حتى لا يأتي من يقول هذا الدين ما قام الله على النخوة وعلى الحمية وعلى القبلية والعنصرية لا هذا الدين قام على الحق وعلى المبدأ سنظل نرعاك يا محمد واما تابو طالب انا اقول الان اليوم وقعوا اتفاق اعط وكالة لو جاك واحد قال ابغى منك وكالة واردت ان توكله تروح عند كتابة العدل فتوقع له عند القاضي ويختم عليها كاتب العدل وانت لا تشكك في هذا الوكيل في احد منكم يشكك في الوكيل رب العالمين الله الوكيل ولذلك وقعوا منها اللحظة كلكم كمؤمنين توكلوا على الله وقع عقد بينكم بين الله والله لو وقفت الدنيا كل الدنيا والله لو وقفت الدنيا بكل من فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير فاجعلوا توكل وقعوا لكن الامضاء والتوقيع حسبي الله ونعم الوكيل نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الله جل وعلا عليه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا نعم تموت خديجة تموت ابو طالب قد تظلم الحياة احيانا في وجه انسان لكن الرسول يعمل واخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا لا تبحث عن غير الله اذا اصبت باي مصيبة في الحياة اذا تكالبت عليك الاعداء اذا اجتمعت عليك الهموم اذا تكالبت عليك الديون اذا مرض الاصحاب والاصدقاء والابناء اذا تخلى عنك اي واحد اصبر فان الله جل وعلا معك خطط النبي صلى الله عليه وسلم الان وفكر ان يخرج الى الطائف يذهب الان للطائف لان الدعوة الان في مكة لم تقبل وابو طالب مات وخديجة ماتت رضي الله عنها ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يناصره ورسولكم عليه الصلاة والسلام يريد ان يبلغ دعوة الله ورسالة الله فينطلق في العفاق كان يقول الوليد عبد المغيرة ويقول لماذا ينزل الدين او الحق او الجبريل او الرسالة عليه هو على محمد ولم تنزل عليه انا او على كبير ثقيف في الطائف فانزل الله جل وعلا وقالوا لو لا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم الله الذي قسم هذه الامور ويخطط النبي يخرج للطائف مئة كيلو يا جماعة مئة كيلو يخرج النبي الى الطائف صحراء جبال ليست صحراء خمسة الاف قدم ارتفاع الجبال والرسول يذهب الان على رجليه ليش ما ركب ناقة لو ركب النبي ناقة ولا دابة وعلمت قريش انه راح على دابة معناته راح مكان بعيد لكن يروح على رجليه عشان يعتقدون انه رايح قريب وبيرجع فاذا بالرسول ايضا يخطي التخطيط بعيد يريد ان يلتقي بزعماء الطائف يبغي يطلب منهم الحماية احموني مدام ابو طالب مات حتى يبلغ هذه الرسالة طيب يا رسول الله الرحلة هذه مضمونة ولا لا لا مين مضمونة احتمال تقبل واحتمال لا تقبل احتمال يأتون ويرحبون واحتمال يرفضون طيب اشكالية طيب لو عرفت قريش انك طلعت نعم بتصير كارذة خروج النبي الان الى الطائف اشد من هجرة المؤمنين الحبشة لان الحبشة ذهبوا الى بلد غير عرب ولا ليس بينهم وبين قريش اي علاقة ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لان مبدأ الرسول ابذل اطلق الابواب افعل الاسباب لازم نؤدي هذه الرسالة ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليش الرسول راحا لم يأخذ معه احد من كبار الصحابة ليش ما خذ ابو بكر ولا خذ عمر لم يأخذ معه الا زيد بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد قبل ان يأتي المنع من التبني ليش الرسول خذ زيد لانه ولده يعني طالعوا يا روحة خاصة مشوار خاص لكن لو خذ ابو بكر وعمر لا اهد ولي وراهم شي الرسول كان يخطط وكان ينظر للموضوع بهذه النظرة فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الاذى الشي الكثير لكن الرسول عنده اصرار ويذهب مئة كيل ويمشيها على رجله ويصعد هذه الجبال الشامخة في الطائف كم عمرك يا رسول الله اثنين وخمسين سنة ويمشي اربعة ايام يريد ان يحقق هدف ومن غير ناقة نركب ناقة طيب عشان ما تتعب ما اركب ناقة عشان ما يتبعون اثري ولا يظنون اني ذهبت الى مكان بعيد ويذهب الى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الاسلام يقول لها الاول انت محمد قال نعم قال ما وجد الله الا انت يرسله الى هذه الامة هذا الرد الاول يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع قال انت محمد قال نعم قال اما انت كون نبي فانت ارفع ان تكلمنا وانما ان تكون كذاب فنحن ارفع ان نكلم ويكون رد عليك ويلتفت للثالث قال الله والله لو رأيتك متعلق في استار الكعبة وتقسم انك نبي والله ما صدقناك واش تبي الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب مادامكم لم تقبلوا ان تحموني فاريد منكم امرا قالوا قال لا تخبروا قريش بانني طلبت منكم الحماية لاجل بلاغ الدعوة قالوا هذا اول شيء راح نسويه اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف الا عند قريش واقبرهم ان محمد عندنا يريد مننا ان نحميه عشان يقف في وجوهكم قالهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم لكن اتركوني اعود واطلع قالوا لا ولا تخرج الان سالما نادوا سفهاء الطايف ونادوا صبيانهم وخلهم يوقفوا صفين في طريق محمد وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم انا ابغاكم تتخيلون هذا الموقف اطهى الرجل المشأ على وجه الارض وزيد بن حارثة يقول وانا اشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم ويتلفظون عليه بياب الشعر الفاظ يقول فوضعت نفسي على النبي يتترس بي يعني مثل الترس عليه حتى احفظه من الضرب يقول ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي يمشي ويركض وتنجرح رجلاه الشريفتين ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 52 سنة ومعه رسالة والسفهاء والاطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون يقول زيد فتمنيت شيئا نستظل بظله او مكان نلجأ اليه ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدنا بستان فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس واذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام يقول فجلست امسح الدم عنه فوقف عليه الصلاة والسلام يقول هو لعائشة لما سألته عائشة يا رسول الله اي الايام كانت شديدة عليك قال يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب لقد همت على وجهي يمشي يهيم على وجهه وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال لكن هام النبي على وجهه فاذا به يرفع كفة يظن زيد انه سيدعو عليهم بالهلاك او بالهدم او بالغرق او بغير ذلك فاذا به يناجي ربه ولا يشكوه ويقول يا رب اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس انت رب العالمين وانت ربي ورب المستضعفين يا رب الى من تكيلني الى عدو يتجهمني هؤلاء اهل الطائف ام الى قريب اهل مكة ملكتهم امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلها عليه امر الدنيا والدين ان ينزل به غضبك والرسول يقول يا رب انا خايف اني اللي حصل لي عقاب منك وانه غضب وانا اقول من هذا المكان اين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله اين الذين يحاربون الله الليل والنهار يحاربونه بكل ما يملكون ولا يقولون اننا نخاذ من غضبك والرسول يقول اللهم اني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلها عليه امر الدنيا والدين ان ينزل به غضبك او يحل عليه سخطك يا رب لك العتبى لك العتبى يعني الاعتذار اعتذر اليك واتوب اليك حتى ترضى ولا حول ولا موت انا بك صلى الله عليه وسلم يا رب لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوت الا بكم يقول رسولكم هذا الكلام يا هذا الموقف يناجي ربه ثم جلس عليه الصلاة والسلام ويبكي وجاه طفل دخل عليه طفل طفل ليس من الطائف ولا من الجزيرة العرب من العراق اسمه عداس كان يخدم اصحاب هذا البستان اللي اكل النبي منه واصحاب البستان صاحبه عتبه وشيبه ابناء ربيعه لكنهم نظروا الى حال النبي وقالوا خذ يا عداس خذ يا عداس هذا عذق عذق هذا العنب واذهب به لمحمد فتقدم عداس طفل صغير فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي ان يلفته للحق وللاسلام الرسول يفكر حتى فيها اللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل ثم اخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله ثم اكل من هذا العنب وقال هذا الشاب عداس ما هذا الكلام انا لا نسمعه في من كانوا قبلك يعني ما سمعناه في اهل الطائف وهم يأكلونه فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر اليه وقال هذا الكلام علمني ياه ربي من انت قال انا عداس قال من اي البلاد فاخبره انه من تلك البلاد التي وصفها ثم قال انها بلدة اخي يونس عليه السلام فالتفت هذا الغلام الى النبي قال اتعرف يونس قال نعم انه نبي وانا نبي فخر هذا الغلام نازل على الارض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه فيقول هذا الغلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وكأن الله يقول لمحمد يا محمد ان هذا الغلام اتيت الى سادة وزعماء قريش لكن الله كتب ان يسلم عليك هذا الغلام الخادم والعبد اتيت يا محمد الى هؤلاء المعاندون لكن طيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام ثم يقف النبي فاذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه المرة تختلف اول مرة ينزل مع جبريل ملك اخر يعني اول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل واذا بملك اخر معه فسلم جبريل على رسول الله وقال يا محمد ان هذا ملك الجبال ارسله الله معي فالتفت النبي اليه فسلم ملك الجبال على النبي وقال له يا محمد ان الله بعثني وقال ان امرك محمد ان اطبق عليهم الاخشبين بمعنى اهد عليهم الجبلين فعلت فقال النبي لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فاذا بالرسول يمشي ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل يقوم يصلي الليل وصدق الله فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فلما كبر واخذ يقرأ القرآن ارسل الله جن يستمعون الى كلامه وآمنوا به واول مرة يعرف رسول الله الى الانس والجن كافة وسمعوا القرآن وانطلقوا الى قومهم وهم يقولون وانصرفنا اليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا النا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من هذا من اليم اراد الله البشر وآمن به الجن اتا الى اولئك الزعماء فآمن به ذلك الغلام فاراد الله جل وعلا الرسول في هذه الرحلة رأى كائنات والتقى بامور لاول مرة تمر عليه اول مرة يأتيه الجن ويستمعون اليه واول مرة يرى ملك الجبال ملكا غير جبريل ويؤمن ذلك الغلام فسخر الله ليخفف على محمد هذا الامر كأن القضية يقول الله انني انا اريد النصر يأتي من عندي انا رب العالمين ان تبذل سبب ويبدل الثاني سبب وانا ابدل سبب لكن الهادي والذي يهديه هو الله ولذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ايش ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب ليش ما يرزقه من حيث يحتسب لان الله اذا رزقك من حيث لا تحتسب علمت انت كعبد ان الرزاق هو الله وان مصرف الامور هو الله جل في علا لا اله الا الله فاعبده وتوكل وتوكل عليه رأى النبي صلى الله عليه ورأى ملك الجبال واستمعت له الجن وآمنت برسالته وكأن الرسالة هذه لطفل وملك وإلى جن والرسول منصور صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم النبي الان يريد والله جل وعلا طبعا جعل الجن يستمعون يؤمنون به ايضا لسبب من يعطيني من السبب هذا ما هو يعني لماذا الله جعل الجن يأتم فيها اللحظة ويسلمون لاحظوا الله جل وعلا عوض محمد ترى العوض الذي عوض محمد كبير الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل له في رحلة الطائف وسيأتينا في اللقاء القادم اسر الله به الى السماء وكانت ليلة الاسراء والمعراج وكان الله يقول يا محمد ما دام ها المساكين اهل الارض طردوك ولا عرفوا قيمتك ولا قيمة الرسالة تعال فوق الى المقام العالي عندنا حتى تعرف قدرك عندنا في سماء الله جل في علا الرسول هنا تسلم له الجن حتى تعود للنبي عليه الصلاة والسلام ويرجع النبي بنفسية عالية وثقة كبيرة وهذا الحضن الذي قلناه وقاله الله جل وعلا له ما ودعك ربك ايش وما قلاء الله ما تركك يا محمد لا في بداية حياتك الله جوع لم يجدك يتيما فاوى ووجدك ظالا فهدأ ووجدك عائلا فاغنى اذا نحن معك يا محمد الى اخر المطاف الحين وقف هو زيد على حدود مكة انا باختم الان تخيل الموقف كيف ندخل قريش علمت ان الرسول راح للطايف يستنجد بهم والمعلومة عندهم وبطالب مات الحماية اللي كنت انت ترجوها ليست موجودة البشرية هنا قال وهو واقف ينظر الى الى حدود مكة قال زيد لرسول يا رسول الله كيف سندخل عليهم شوفوا الرد تعلموا في عزة الامل في عمق الازمات وفي داخل الاهلام فقال يا زيد ان الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دينه وان الله معز نبيه الرسول بدأ يخطط اذهب يا زيد ادخل اذهب الى فلان من القبيلة الفلانية واعرض عليه حمايتي يحميني وعود الي وذهب الى سهيل ابن عمر ودخل زيد قال محمد عند الحدود لان يدخل ولا لا لكن يبغى حمايتك من قريش قال لا انا ما احميه توكل على الله ورجع قال رفض يا رسول الله قال اذهب الى القبيلة الفلانية الرسول الان جالس يخطط الناس المنافسين القبائل تنافس ابو سفيان وتنافس ابو جهل ابو لهب لان الرسول يعرف الحالة السياسية والحالة المجتمعية داخل القريش وفاهم الاوضاع فذهب الى القبيلة الثانية فرفضت ثم ذهب الى القبيلة الثالثة وكان رأسها مطعم ابن عدي مطعم ابن عدي اللي ذكرناه اللي وقف في وجه الحصار بعد ثلاث سنوات قال ان محمد يريد حمايتك قال انا احميه فليدخل قموا يا ابنائي وجاب معها رجال تترسوا والبسوا الترس وقفوا في مدخل مكة واحموا محمد وابنه زيد بن محمد كان يسمى قبل ان نهي عن التبني ودخل النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الموقف الرسول داخل مكة ويحميها لان مطعم ابن عدي مهدد من القتل من قريش كلها المفروض وين يروح اول ما يدخل يروح البيت اولا لا ويغلق الباب يجلس يفكر ايام قال النبي لمطعم ابن عدي اني اريد ان اذهب الى الكعبة شو عندك يا محمد قال سا اصلي واطوف انا مرتبط بالله انا قبلت نعم حمايتك لكن ترى ولائي ما تغير انا براءتي من كل مشرك وولائي لكل مؤمن لكن قبل حمايتك لانها اسباب بشرية وانا مأمور بفعل السبب ويدخل النبي وتحدي واصرار وثبات عليه الصلاة والسلام لما شافت الناس الرسول يصلي ومطعم ابن عدي وعياله واقفين يحمونه جاهب وجهل قال له اتبعت ام اجرت يعني انت اجرت محمد تحت حمايتك ولا اتبعته قال لا لا لم اتبعه ولكنني اجرته وحميته قالهم ماليش مدام اجرته وحميته مفلسين ما في شيء لو قالهم الله اني متبع قالوا بكيفك لكن يبوني يسمعون مثل مثل هذا الكلام قريش الان تعبانه تماما النبي صلى الله عليه وسلم دخل يطوف اصرار لم ينحرج من الموقف الذي حصل لان ليست خيانة انما ان ذهبت لان عندي رسالة دخل نبيه ورافع الرأس ومطعم حمايتك للنبي عليه الصلاة والسلام قبلها منك لكن محمد متوكل على الله جل في علاه هذه رسالة نبيكم في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى سأخاطبكم بمحمد واول مرة تسمعون بشرا يعيش في السماء لمدة ليلة او اقل من ذلك ليلة كاملة يمر فيها على السماوات السبع ويرى الجنة ويرى النار بل ويخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى احداث عظيمة في ليلة من اعظم الليالي صدقها المؤمن العاقل لانها هي في في منطوقنا كبشر لا نستطيع لكن ما دام النص صريحا والمخبر محمد الذي لا ينطق عن الهوى فقد امنا وصدقنا سبحانا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نستفيد من هذا اللقاء اولا الاصرار ثم الاصرار ثم الاصرار على تبليغ الرسالة وبلاغ الدعوة ونصح الناس ودعوة المؤمنين اللهم ان نشهدك من هذا المكان ومن هذا اللقاء وعبر هذه الشاشات اننا ندعو الى كتابك والى سنة نبيك والى توحيدك ونقول للناس عامة وخاصة قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا اتبعوا محمد بن عبد الله وسيروا على طريقته ولنبلغ رسالته ولنكن كل منا في موقعنا كل منا في موقع وخاطبوا الملك وخاطبوا الامير وخاطبوا الوزير وخاطبوا الضعيف وخاطبوا الخادم وخاطبوا العلماء وخاطبوا الدعاة وخاطبوا الاعلاميين وخاطبوا اعلام الامة وخاطبوا تعليمها وخاطبوا اسيا وخاطبوا افريقيا وخاطبوا امريكا وخاطبوا العرب وخاطبوا العجم وخاطبوا القريب والبعيد كل واحد ان يقولوا لا اله الا الله وان نبلغ رسالة التوحيد وان نكون في مواقعنا محبين لهذه الرسالة داعين الى الله على علم وعلى بصيرة ندعو الناس الى التوحيد ونتركهم من عبادة الخلق وما هم فيه الامر الثاني والدرس الثاني ان نتوكل على الله وان نعتمد عليه الزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن من خانت كاركانو يا اصحاب الهموم يا اصحاب المشاكل يا مسجونين يا ضعفاء يا فقراء يا مرضى يا مظلومين يا منهكين يا معدومين يا متيامنت قد اصبتم بالمصائب كلها توكلوا على الحي الذي لا يموت اعتمدوا على الله نصيحة لي ولانفسكم اجعلوا الاعتماد على الله هو الاول وهو الاخر توكلوا على الله جل في علاه واقسم بالله ان النصر آت لكل من توكل على الله ومن توكل على الله فهو حسبه وكفى بالله حسيبا الامر الثالث الله الله بقيام الليل والطاعات والعبادات نريد نساء وشبابا ورجالا يعززون هذه العبادة التي قال الله جل وعلا لمحمد في بداية دعوته يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيل ليش انا سنلقي عليك قولا ثقيلة اسأل الله جلت قدرته اسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة وهذه اللحظة العظيمة التي انزل علينا فيها الرحمات وادمع فيها العيون وخشع فيها القلوب اللهم يا حي يا قيوم اجعل السعادة حليف كل بيت من بيوت المسلمين اللهم اجعل السعادة في هذه الساعة يا رب العالمين تدخل على بيوتات المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين وعلى ولاة امر المسلمين وعلى علماء المسلمين اللهم انزل علي رحمة من عندك لا تبقي لنا بها بؤسة تجمع بها كلمتنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد بها صفنا وترفع بها رايتنا وتصلح بها احوالنا وتصلح بها شبابنا واسأل الله في هذه الساعة ايضا ان يوفق ابنائنا وبناتنا في الامتحانات والاختبارات ونسأل الله لا يضيع لهم تعبا وان يجعل حظهم النجاح والتوفيق وان يجزي القائمين على الجهات التعليمية والتربوية خير الجزاء ونوصل جميع كذلك بني اخص المسلمين بالدعوات المستضعفين في سوريا في فلسطين والعراق واليمن اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين واحقني الدماء في كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين شكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ولقاءنا القادم ان شاء الله نتحدث فيه عن الاسراء والمعراج وما حدث للنبي في هذه الرحلة العظيمة والله اعلم وصلى الله عن نبينا محمد واعتذر على الإطالة